من الاسئلة اللي كتير بتجيلي في القناة وكمان ناس بترسلي على الخاص وهو ان اليوتيوب يقوم بحس في الارباح يعني الارباح بتقل في قناتي سواء انت قناتك مفعلة او غير مفعلة شوف الفيديو ده عشان تعرف او تطلع بمعلومة مفيدة ليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب لما كون انت فاهم وفاهم الاحصائيات وفاهم اليوتيوب بيمشي ازاي بتكون انت مرتاح وعارف انت ماشي صح ولا غلط هل فعلا اليوتيوب يقوم بحس في الارباح ولا لا وازاي ان انا اصلا اشوف الارباح واتأكد واتأكد ان فعلا اننا بيتم الحسف ولا لا خلينا الاول نكون متفقين ان انت المفترض تكون شغال بشكل قانوني وحلال وتكون طبعا ما بتعملش اي حاجة مخالفة حاجة المخالفة ديت اللي هو بقت ايه ان انا اشغل لنفسي ان انا حد يشغال لي ان انا اشترك في جروبات عشان يشغلولي ويظهر الاعلانات ويجي لي ارباح كل ده طبعا مخالف وسيؤدي في النهاية الى توقف الارباح في قناتك ان انت يحصل لك مشكلة في قناتك هتطلع برة برنامج شركاء يوتيوب وفي الاخر هتدخل لبطوع الشروحات وقولهم ان انا قناتي اصبحت غير مؤهلة لتحقيق الربح او الارباح توقفت او حصل كذا او كذا هم كلها مشاكل بتحصل في قناتك فيعني نتعدى هذه النقطة ونقول ان المفترض ان انت تكون شغال بشكل طبيعي يجي لك اه ارباح من الاعلانات التي تظهر امام المشاهد في اي دولة بيتابعك منها وطبعا ارباح اليوتيوب اللي هو الارباح او الضرارات اللي بتيجي من اليوتيوب لها عوامل كتيرة جدا يعني مدة الفيديو الناس بتشاهدك منين الناس بتشاهد من الفيديو مدة قد ايه وبالتالي بيظهر اعلانات كم اعلان بيظهر ممكن يكون فيديو طويل لكن الناس بتشاهد ثواني وتطلع فطبعا ده هيكون ارباحه قليلة لان بيظهر اعلان واحد ولكن كله طبعا ما المشاهد يجلس وان هو يشاهد الفيديو بتاعك مدة اطول فاكيد هيظهر اكثر من اعلان وطبعا كمان المحتوى نفسه يعني محتوى الاطفال غير الجيمينج غير الشروحات غير الوصفات كل محتوى بيكون ليه تسعيره يعني الالف مشاهدة على قناتي غير قناتك انت غير قناة تانية خلينا نكون متفقين على هذا الامر طبعا لسه لغاية النهاردة ناس بتسأل وبتقول لي ان في حسف الارباح والناس بيرسوليلي على الخاص والله لسه النهاردة ناس بيكلميني على الخاص وبيقولولي ان اليوتيوب بيحسف الارباح وفي الاخر بوضح لهم ان فعلا مفيش حسف في الارباح طالما ان انت ما بتعملش حاجة مخالفة انت دلوقتي مثلا خلينا اوضح لك الموضوع وتعرف الارباح ازاي عشان تتأكد فعلا ان بيتم الخاص مللأ وطبعا ده كمان بيهم جدا الناس اللي هي لسه مفاعلة ربح جديد لان اللي مفاعل ربح جديد بيبقى دخله كم سنت كل يوم فبيبدأ ان هو يتابع ويشوف جالي النهاردة دولار جالي نص دولار فبيبدأ يتابع شوية بيهتم شوية فده خاصة للمبتدئين بيهتموا اكتر بالموضوع ده ادخل على اللي هو تطبيق استوديو يوتيوب لما ادخل عليه كده بيجيلك بالشكل اللي انت شايفه ده قدامك تمام هبدأ طبعا وعندي باللغة الانجليزية عندك انت هيظهر بالعربي او على حسب اللغة اللي انت مختارها هبدأ ان انا اضغط على الارباح المقدرة اللي هي قدامك دي هدغط عليها بعد كده هعمل ايه هبدأ ان انا اسحب كده اللي فوق ده وابدأ ان انا اجيب اللي هو الارباح هتلاقي عندك فوق هنا اسمها الارباح هدغط عليها بعد كده جالي هنا الارباح ولكن خلي بالك من حاجة مهمة دي ارباح اخر 28 يوم فممكن بكرة يعني مثلا النهاردة عندك مثلا 20 دولار بكرة ممكن يبه 18 فانت تقول الله تتم حسف ارباح من قناتي الدولارات بتقلم في قناتي لا مش شرط يعني ممكن يكون اخر 28 يوم يكون ارباحهم اقل من 28 يوم اللي قبلها فانت ما تبصلهش بهذا الشكل تبدأ تضغط هنا على الارباح المقدرة وبعد كده تيجي فوق هنا وابدأ ان انت جيب منذ الانشاء فوق هنا هو او منذ الانشاء او منذ تاريخ الانشاء شوف مكتوب عندك بالعربية ضغط عليها كده بقى بيجي لك هنا الارباح منذ ان انشأت قناتك شوفها كام اتلاقي 20-50-100-1000 دولار وبعد يومين 3 اسبوع شوفها تاني مرة نفس الطريقة كده هتلاقي عندك الارباح بتزيد عندك لو انت شغال بشكل قانوني ولكن اخر 28 يوم ديت ممكن يكون النهاردة عندي 90 دولار بقى لهم بقوا 80 دولار لا في عشرة راحت لا مش شرط انها راحت اخر 28 يوم اقل من 28 يوم اللي قبلها وبيجيب لك اخر 28 يوم فبالتالي شوفها بهذه الطريقة جيب منذ الانشاء علشان تتأكد فعلا ان بيتم حسف ارباح ولا لا لو انت شغال بشكل قانوني ويه برضو عندك حسف ارباح وشفتها ولقيت فعلا ان النهاردة عندي 20 هوة منذ الانشاء وبكرة لقيتهم 18 يبقى معنى كده في حسف وانت شغال بشكل قانوني ما بتعملش ولا اي حاجة ولا تبدلات ولا اي شيء في الحالة دي ترسل لفريق الدعم يبدأ يرجع لقناتك بس هو ده الحل الوحيد تمام؟ ياريت ان انا يكون افدتكم في الفيديو القصير ده هو ازاي انت تشوف الارباح وتتأكد فعلا في خصم ارباح من قناتك ولا لا تحياتي لكم فيديوهات كتيرا موجودة في وصف هذا الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كم انشئ محتوى في تقديم محتوى وزاي تفعل قناتك خطوة بخطوة وعندنا فيديو اسمه انشاء ادسنس ازاي ان انت تعمل ادسنس وتربطه مع القناة وتقدم القناة لمراجعة وسيو اليوتيوب ازاي ترفع فيديوهات كل اللي انت عايزه ان شاء الله هييفيدك هيكون موجود في وصف الفيديو في التعليق المثبت تحياتي لكم ربنا يرزقكم جميعا ان شاء الله واللي مفعل قناته وربنا يزيده واللي لسه هيفعل قناته ربنا اقفقكم ان شاء الله وتفعلوا قنواتكم وتربحوا بالحلال وبشكل قانوني من اليوتيوب في امان الله مع السلام